الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، فقد الاتصال مع وحدة التحكم في استشعار الركاب المقيدين، ماذا يعني ذلك؟ هذا هو رمز مشكلة تشخيص عام لنظام الاتصالات ينطبق على معظم طرازات وموديلات المركبات، قد يشمل المصنعون على سبيل المثال للحصر دوج وجيب وفورد ولاندروفر، ألخ، هذا الرمز يعني أن وحدة التحكم في استشعار إشغال الركاب، ROSCM ووحدات التحكم الأخرى في السيارة لا تتواصل مع بعضها البعض، تعرف الدائرة الأكثر استخداما للتواصل معها باتصالات ناقل شبكة منطقة التحكم، أو ببساطة ناقل كان، بدون ناقل كان هذا، لا يمكن لوحدات التحكم تبادل المعلومات، وقد لا تتمكن أداة المسح الضوئي من الحصول على معلومات من السيارة، اعتمادا على الدائرة المتأثرة، يقع ROSCM عادة تحت مقعد الراكب، يتلقى مدخلات من مجموعة متنوعة من أجهزة الاستشعار، بعضها متصل مباشرة ببعضها، وبعضها يتم إرساله عبر نظام اتصالات الحافلات، أهم أجهزة إدخال أجهزة الاستشعار هذه هي أجهزة استشعار وزن المقعد، تسمح هذه المدخلات للوحدة بتحديد من أو ما يشغل مقعد الراكب، وفي بعض الحالات مدى قربه من الوسادة الهوائية للركاب، لا يتخذ ROSCM أي إجراء يوفر ببساطة مدخلات إلى وحدة التحكم في ضبط النفس بمجرد أن تحدد من أو ما يشغل مقعد الراكب، قد يختار جهاز التحكم في ضبط النفس تنشيط شدادات حزام الأمان أو تنشيط الشدادات والوسائد، الوسائد الهوائية السلبية، قد تختلف خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها اعتماداً على الشركة المصنعة ونوع نظام الاتصالات وعدد الأسلاك وألوان الأسلاك في نظام الاتصالات، الخطورة والأعراض، الشدة في هذه الحالة شديدة دائماً بسبب مشاكل السلامة التي تنشأ في نظام التحكم في ضبط النفس غير الفعال، الأمان هو مصدر قلق في أي وقت تقوم فيه بصيانة هذه الأنظمة لأنه لا يزال من الممكن أن تكون حية حتى لو كانت هناك أضواء تحذير قيد التشغيل تعامل دائماً مع هذه الأنظمة كما لو أنها لا تزال تعمل في أي وقت قد تتضمن أعراض رمز محرك يو 0154 مايلي، إضاءة وسادة هوائية للركاب، الأسباب عدتاً ما تكون أسباب تعيين هذا الرمز هي الفتح في دائرة كان بس زائد، فتح في حلبة كان، الدائرة، قصيرة السلطة في أي من حافلات كان، قصير إلى الأرض في دائرة ناقل كان، نادراً، وحدة التحكم الخاطئة، إجراءات التشخيص والإصلاح، تتمثل نقطة البداية الجيدة دائماً في التحقق من نشرات الخدمة الفنية TSB لسيارتك، قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص، أولاً، لاحظ إذا كان هناك أي أكواد أعطال تشخيصية أخرى، إذا كان أي منهم امرضة بالاتصال بالحافلة، أو رقم تعريف السيارة، في أي أن، أو البطارية، الاشتعال، فقم بتشخيصهم أولاً، من المعروف أن التشخيص الخاطئ يحدث إذا قمت بتشخيص رمز U0154 قبل أن يتم تشخيص أي من الرموز الأساسية ورفضها بدقة، إذا كان بإمكان أداة المسح الضوئي الوصول إلى أكواد الأعطال والوحيد الذي تحصل عليه من الوحدات الأخرى هو U0154، فحاول الوصول إلى وحدة ROSCM، إذا كان يمكنك الوصول إلى الرموز من وحدة ROSCM، فإن كوديو 0154 إما متقطع أو رمز ذاكرة، إذا كان يتعذر الوصول إلى وحدة ROSCM، فإن كوديو 0154 الذي تقوم بإعداده الوحدات الأخرى نشط، وتكون المشكلة موجودة الآن، الفشل الأكثر شيوعا هو فقدان الطاقة أو التأريد لوحدة ROSCM، تحقق من جميع الصمامات التي تشغل وحدة ROSCM في هذه السيارة تحقق من جميع أسباب ROSCM، حدد موقع نقاط التوصيل الأرضي على السيارة وتأكد من أن هذه التوصيلات نظيفة وضيقة، إذا كان عليك ذلك، فقم بإزالتها وأحصل على فرشات صغيرة من الأسلاك السائلة ومحلول صود الخبز، الماء ونظف كل واحدة، سواء الموصل أو مكان توصيله، في حالة إجراء أي إصلاحات، امسح رموز مشاكل التشخيص من الذاكرة، وتحقق مما إذا كان رمز U0154 يرجع أو إذا كنت قادرا على الاتصال بوحدة ROSCM، في حالة عدم عودة الرمز أو إعادة الاتصال، فمن المرجح أن تكون الصمامات، الاتصالات هي مشكلتك، قبل فصل الموصلات في ROSCM، تأكد من أن النظام قد تم إيقاف تشغيله وفقا لإجراءات الشركة المصنعة، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الأضرار المحتملة على السيارة أو الضرر المادي قد تكون مستحقا بسبب نشر أكياس الهواء غير المقصودة، كما يتم فصل الأكياس الهوائية المؤمنة أثناء الاختبارات التالية كإجراء نهائي للسلامة، إذا عاد الرمز، فقم بتحديد موقع اتصالات اتصالات ناقل كان على سيارتك الخاصة، والأهم من ذلك موصل وحدة ROSCM، والذي عادة ما يكون خلف لوحة القيادة أو خلف لوحة على العمود الأيمن بإفصل كبال البطارية السالب قبل فصل الموصل في وحدة ROSCM، بمجرد تحديد الموقع، افحص الموصلات والأسلاك بشكل مرئي، ابحث عن الكشت أو الفرك أو الأسلاك العارية أو حرق البقع أو البلاستيك المذابي، قم بفصل الموصلات عن بعضها وتفتيش الأطراف الطرفية، الأجزاء المعدنية، بعناية داخل الموصلات، تحقق مما إذا كانت تبدو محروقة أو ذات لون أخضر يشير إلى التآكل، استخدم منظف تلامس كهربائي وفرشات بلاستيكية إذا كانت هناك حاجة لتنظيف الأطراف، دعه يجف ويطبق شحم سيليكون عازل حيث تتلامس الأطراف، قبل توصيل الموصلات مرة أخرى بوحدة ROSCM، قم بإجراء عدد قليل من اختبارات الجهد، ستحتاج إلى الوصول إلى مقياس الفولت الرقمي DVOM، تحقق من أن لديك قوة وأرضية في وحدة ROSCM، احصل على إمكانية الوصول إلى مخطط الأسلاك وحدد أين تأتي القوى والأسباب الرئيسية في وحدة ROSCM، عد توصيل البطارية قبل المتابعة، مع استمرار فصل وحدة ROSCM، قم بتوصيل السلك الأحمر لمقياس الفولتميتر الخاص بك بكل مصدر بزائد جهد البطارية قادم إلى موصل وحدة ROSCM والرصاص الأسود لمقياس الفولتميتر الخاص بك إلى أرضية جيدة، إذا لم يكن متأكداً، فإن البطارية السلبية تعمل دائماً، يجب أن ترى قراءة لجهد البطارية، تحقق من أن لديك أسباباً جيدة أيضاً، اربط الرصاص الأحمر لمقياس الفولتميتر بالبطارية الإيجابية بزائد، والرصاص الأسود لكل دائرة أرضية، مرة أخرى، يجب أن ترى جهد البطارية عند كل اتصال، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بإصلاح مشكلة الطاقة أو الدائرة الأرضية، قبل المتابعة، تحقق من مخطط الأسلاك الخاص بك ومعرفة ما إذا كان لديك واحدة أو كلتا دارات الاتصال المختلفة في وحدة ROSCM، قم بإجراء الفحوصات التي تنطبق على الدوائر الموجودة في سيارتك، بعد ذلك، تحقق من دائرتين الاتصال، حدد موقع كانسي زائد، أو دائرة HSCAN زائد، وكانسي، أو دائرة HSCAN، مع توصيل الرصاص الأسود لجهاز الفولتميتر الخاص بك بأرض جيدة، قم بتوصيل الرصاص الأحمر بأ كانسي زائد، مع مفتاح التشغيل، إيقاف المحرك، سترى حوالي 2.6 فولت وتقلبات طفيفة، بعد ذلك، قم بتوصيل سلك الفولتميتر الأحمر بدائرة كانسي، سترى 2.4 فولت قريباً وتتذبذب قليلاً، بعد ذلك، تحقق من دائرتين الاتصال الأخرين، حدد موقع كانبي زائد، أو MSCAN زائد الدائرة، وكانبي، أو MSCAN الدائرة، مع توصيل الرصاص الأسود لجهاز الفولتميتر الخاص بك بأرض جيدة، قم بتوصيل الرصاص الأحمر بأ كانبي زائد، مع مفتاح التشغيل، إيقاف المحرك، سترى حوالي 0.5 فولت وتقلبات طفيفة، بعد ذلك، قم بتوصيل سلك الفولتميتر الأحمر بدائرة كانبي، سترى حوالي 4.4 فولت وتقلبات طفيفة، إذا كانت جميع الاختبارات قد مرت ولا يزال الاتصال غير ممكن، أو لم تتمكن من مسح رمز خطأي 0154، فإن الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به هو طلب المساعدة من طبيب تشخيص سيارات مدرب، حيث يشير ذلك إلى فشل وحدة ROSCM، يجب برمجة معظم وحدات ROSCM هذه، أو معايرتها في السيارة من أجل تركيبها بشكل صحيح.